موسيقى اهلا بكم متابعا في ستفير جعنا لكم في لقاء جديد من لقاءاتنا الرمضانية واليوما حضر معنا فنان من الفنانيين نرى الرواد الفن في المغرب هو عبدالطيف السعيدي حضر معنا اليوما بصفته فنان وحتى ناقد اهلا بك سي سعيدي يطول همرك الله يحفظكم اللي يحفظ الفاس اللي كان شي متنفسوا فيه شي شوية موسيقى سي سعيدي مانا نحن مازلنا في شهر رمضان الفاضل ومانك انت معروف عنك وانك دائما كتعطي الرأي ديالك في مجموعة من الأعمال فأولا نتفسر منك على السبب ديال غياب ديالك مع الشاشة رمضانية لانا مولفين كنشوفوك بعض الأعمال رمضانية هاد العام ما شاركت ليش شون السبب هاد العام كانت لمشاركة ديالنا مكيناش لانه شاداء دارت يعني أعمال أخرى كانت كل عام كتكون ديرا سيد كوم مع سعيد ماصيري وضروري كعيطه لنا لأن سعيد ماصيري كانت تعملوا معه في يعني في الأعمال دياله وكعيط لينا هاد العام هادا مخدمش مع عيط ما خدم لاش كدلك فما تلقيت الشعور الأخرى؟ لا إلينا عندي أعمال أخرى فنية أنا يعني كتعرفي كنشتغل على الملاحيم وكنشتغل على الأعمال يعني كانت أعمال رمضانية أخرى ولكن فنية يعني الاتزامات ديالك فنية هي اللي عاقة المشاركة ديالك كدلك 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 فبالحديث على الأعمال رمضانية بغينا منك السعيدة أنك تقيم لنا الأعمال رمضانية وخاصة الدراما اللي كيناده في التلفزيون المغربية واه الدراما آشان نقول لك الدراما يعني كينين مسلسلات اللي كانوا في المستوى يعني زويبنين يعني ما بيهمش ولكن اللي كيبالية في الدراما المغربية نحن ومنك يكون ذاك الجزء الأول كيبال ممتاز منك يجي الجزء الثاني كيكون كذلك شوية ولكن مني كان يجي الجزء الثالث والأجزاء اللي بالبعد مكاتبقاش ديالك الجودة العالية في ذاك العمل يعني الجودة ديالعمال كتقلب كتطح كتنقص بزاف علاش ما فهمش لأن خاص الجودة تزيد مش يتقص هنا مثلا كين مثلا أنا شفت واحد جوج ديالأعمال اللي هو عمل ديال سيدري صرخ وصيدة السيناري اسمالك العنوان ديالوف مش عالية لبا كين الظروف كين الظروف هذا عمل جميل هذا عمل أعجبني وأعجب العائلة وأعجب الأصدقاء حتى الموضوع ديالو جديد وموضوع ديالو موتيا الموضوع ديالو جديد وكين الظروف نيت فعلا والعمال ديالكتاب المكتوب هذا أعمال يعني تفرج فيهم تشوفهم تتغاليهم كده مع العلم أن المكتوب هذا الجزء الثاني ليالو ولكن بقى محافظ على القصة لأن الجزء الثاني دائما كيبقف في المستوى منين كالمصلول الثالث كيتطح كيتطح للعمل ولكن ما نعرف إذا كالبخريج شهم وتبارك الله عليه كيقدر يمشي بالعمل جميل إلى آخر هذا دراما الرمضانية مؤخرة ناسي السعيدي والتي كتلقى بأحد الإشادة من الجمهور ولو كيقولوا بأنا ركينو حتى تقدم على مستوى الإنتاجات ديالنا الدرامية وموتالفازية واش انتا مع هاد الفكرة واش قدرنا أننا نوصلو تحنا يا المستوى ديال أعمال ديال الشارق أو الأعمال اللي من هاد النوع كنظن أنه عندنا ماشي ما عندناش ولكن ما عندناش واحد للجودة كبيرة بحل مثلاً أخوتنا التركيين وإخواننا المصريين وإخواننا اللبنانيين والسوريين يعني إذا بينا أخذي تغير مثلاً المسلسل المصري اللي دير ضج اليوم ديال محمد رمضان المشاهدة يعني كثيرة كثيرة بزاف يعني مشاهدة وصلت تقريب الملايير وهذا بغينا نوصلو تحنا نوصلو تحنا نوالي ونشوفوا أعمال ديالنا مثلاً بحركي شنا الفريق الوطني دير واحد ضجة عالمية هكو بغينا نشوفوا الأعمال ديالنا يعني بغينا نحق إنجاز على مستوى الدراما تلفزيونية كيف محقنا على مستوى الكرة بب كيف فعطات الكرة نقدرون نعطيه في التمتين نقدرون نعطيه في السينيما نعطيه في هذا وعدنا أعمال تباك الله وصلت وصلت ولكن خصنا الجودة خصنا أكثر وشنو اللي كيعيق أننا نوصلو هذ المستوى ديال أهد الأعمال وهو خاص تبدل شوية تبدل شوية الوجوه اللي كينا يعني يجيوا ناس اجداد ماشي مثلاً غادي نعطيك واحد كيبقى في واحد البوست خمسطة ستاشة العام أنا غايعطيه في اللول غادي يكون قوي ولكن من بعد ما غيرقاش يعطيه غايب ليعود لك ذلك شريدوز في اللول ما يمكنش خص وجوه جديدها كين طاقات كين شباب كين 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 وفي نفس الوقت منسوش رواد لأنه كان رواد فوستش عامال الجمهور غايتابع ذوك رواد لأنه حبهم من صغرهم بغاهم وتوحجهم ولو يعطيوني انا مثلاً رايد مرواد او جد او 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 غنشوفه غلقى في ذاك الامال غنفرح بلي غنشوفه احداً احتى الحضور دياله في حال هذا الاعمال غايعطيه غايعطيه قيمة لأنه عنده حب الجمهور من زمان وعنده واحد ميزدقيه ميزدقيه دائماً ومنسبة من دعدوه شوية على الأعمال التلفزيونية من ناحية ديال تمتيل ومشو الأعمال التلفزيونية والاستثمار استغلال بعض الفونة الأخرى في الأعمال مثلاً الموسيقى لا يوجد تيتر ديال المسلسل مثلاً لا يوجد اي تيتر ممكن انا نديروه ولا يتقوه في الاختيار ديال المسلسلات والاعمال ولا يغنيوها نجوم ديال الفن فميسبالك وش مال مستيش هاد القديه في المسلسلات المعروضة حالياً لكن بحل سلمة رشيد في المسلسل اللي متلات فيه المسلسل ما شيف هاد شي ديال الدابة ديال فهدا يعني دارت جيني ريك في المستوى الحالي استوى رائع اللي حفظه الصغير والكبير أنا كان حيية من هنا على هديك الأغلية اللي دارت نسيت المسلسل باسم ديالوه تقول لي عمرك نعم عرفت بالتبطية كين عندنا بنات الاساس وكين الاخر يعني انت كتوف بانا الامل مني كيكون عندو حد تيتر اللي مزيان كيعطيه حد القيمة مضافة اه وي كين اعمال يعني اغاني مسلسلية كتكون في بعض المسلسلات مثلا اللي كتعطيها نقف في هذا كتساهم في النجاح هاد الفيرم هادا هاد المسلسل هادا نجاح بسلمة رشيد انا سلمة رشيد يعني تما زكيت لعمل اعمال ديالا وتبارك الله وصلا انبيعلي لاننا اعطات فد المسلسل في الختم ديال الحلقة ديالنا اليوم بغينا نتعرفوا علشنه هو الجديد ديال سيء اب استعيدي من ناحية الفنية والجديد الحمد لله انا كان وجدنا في ملحمة اللي هي العلوان ديالها ملحمة تطلوا علينا بنصر ان شاء الله اللي فيها يهود ومغاربة وعرب اللي كتشمل واحد طولة دي المطربي الفنانين امتال امتال خلي خلي الامور من حقش مفجأة يعني اسماء وازنة الحمد لله ولكن خليها ان شاء الله الوجود ديالها ودرت اغنية ديال طل علينا رمضان اللي يكدوز ده بعض القنوات بعض اليداعات اللي هي من انشاد سوعيل الصحراوي اللي هي من مدينة مكنس وهي مختصة في طائف فيلم اللحون يعني هدا عمل يعني هدا جوج العمل اللي هما واحد اوجد والاخران يخدام عليه وخدام على عمل اخر اللي هو خاص ملحة مخورة خاصة للدولة من الدول العربية الدول الخليجية بتوفيق ان شاء الله استي سعيدي كنا سعيدي اليوم بلقائك مشاهدين او كنا نكون وصلنا بحلقة لنهاية الحلقة اليوم على الامل اننا نتلقى لكم في اللقاء جديد ومعظيف جديد وموضوع جديد السلام عليكم